نتواجد اليوم في منطقة نهم أو في المناطق التي تدور فيها معارك شرسة بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشي الحوثي والمخلوع من جهة أخرى هناك تضليل كثير وقوي جدا من قبل إعلام المخلوع والميليشيات على أن هذه المناطق قد تم السيطرة عليها وقد تم دحر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ولكن نحن اليوم نتواجد في هذه المناطق التي لم يستطيعوا أن يتقدموا قيد أنملة في هذه المناطق المعسكر هنا على يميني وهذه المناطق التي تدور فيها المواجهات على جبال ضبوعة المحادة لأرحب وأيضا على هذه الجبال المتاخمة لمنطقة بران وملح وأيضا لسوق مسورة هنا معنا أحد القادة الميدانيين في هذه المواقع نريد منه أن يخبرنا عن سير المواجهات التي تدور في هذه المناطق سير المواجهات قوية جدا في المعارك الجيش والمقاومة والجيش الشرعي لازال متمسك في أماكنه ومسيطرة على منطقة بران الجبال المسطرة على جبال ضبوعة مع أسكر فرضة نهم جمال ملح كلها تهابيدات الجيش الشرعي والمقاومة هناك تضليل من قبل الإعلام الإنقلابيين أنه قد تم دحركم من هذه المواقع كيف ترد؟ صحيح هذا التضليل موجود وأكثر من ثلاثين وأربعين أسير الذي يقعوا نتيجة الخطأ نتيجة الخطأ وتضليلهم الإعلامي الكاذب الذي يضللوا على أفرادهم وأصحابهم وأنصارهم يضحكوا عليهم ويكونوا ضحية الأسر وضحية الخداع هنا نسمع مواجهات ضخمة وقوية خلف هذه التباب وهذه الجبال أين وصلت المقاومة والجيش في هذه اللحظة؟ هذه الجبهة اليسرة في ملح يعني هذه الميسرة؟ الميسرة من مكاننا هذا أين تبعد المواجهات على هذه؟ تبعد خمسة كيلو ومنحات اليمين أو أكثر باتجاه ضبوعة باتجاه ضبوعة والميسرة؟ أكثر من عشرة كيلو إذن يعني المواجهات مستمرة على بعد عدد من الكيلوهات من هذه المناطق؟ صحيح إذن هذه هي المعارك التي تدور في هذه المناطق لا صحة لما يروجه الإعلام الإنقلابيين حول استيلائهم كلها تحت سيطرة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه الأماكن لازالت المواجهات مستمرة وعلى بعد عدد من الكيلوهات باتجاه نقيل بن غيلان عبدالله أبو سعد قناة سهيل نهم شرق صنعاء